اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه واملوالاه واهتدى بهديه واستنار بنوره واستنى بسنته واتبعه بإحسان وإيمان وإسلام وعلى جميع عباد الله الصالحين في السماوات والأراضين وكل العالمين في الغيب والشهادة ممن علمنا ومن لم نعلم إلى يوم الدين أيتها الأخوات والبرات الكريمات أيها الإخوة البرارة الكرام هذه كلمة موجهة إلى عموم رواد المجلس العلمي المحلي للرباط عبر موقعه الخاص في الشبكة العنكبوتية وموضوعها شرح مبسط موجز لقوله تعالى في بيوتنا ذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو ولا صال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب أيها البرارة الكرام أيتها البرات الكريمات السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته لقد ذكر الإمام القرطبي رحمه الله في تفسيره الجامع لأحكام القرآن أن من جلس في المسجد فإنه يجالس ربه وقال رحمه الله إن الناس قد اختلفوا في البيوت ولكن في أحسن الأقوال وأوثقها هي المساجد المخصوصة لله تبارك وتعالى بالعبادة وأن هذه المساجد تضيء لأهل السماء كما تضيء النجوم لأهل الأرض وإن هذه المساجد هي أفنية الله تبارك وتعالى والأفنية هي الساحات في البيوت وجوانب الدار وهي أبنية يبنيها الناس للصلاة والعبادة والذكر وتلاوة القرآن قد أدن الله تعالى برفعها وبارك فيها وجعلها ميمونة ميمونا أهلها محفوظة محفوظا أهلها في صلاتهم وفي ذكرهم وفي عباداتهم وفي تجمعاتهم وفي جميع حوائجهم والله تبارك وتعالى من وراء قضاء جميع حوائجهم فهو معهم ومن حولهم ومن خلفهم يحيطهم بحمايته ورعايته في مساجدهم فيا أيها البررة الكرام لقد أدن الله تعالى وأمر وقضى وحكم برفع المساجد وإعلائها في بنائها وفي تشهيدها وفي حرمتها وفي تقديرها وفي رعايتها وصيانتها وتطهيرها وحفث وحض على ذلك في كتابه العظيم وعلى لسان نبيه الكريم سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لقد دعا الله ورسوله إلى تعظيمها وتنظيفها وتطهيرها من كل دنس ونجس وقذر ومن تعظيم المساجد أن تصانع من كريه الروائح وخبيث المناظر وسيء الأسقام وبذيء الكلام ومن سخب الأصوات فقد صح عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أنه من أكل ثوما أو بصلا أو كراثا ينبغي أن لا يأتي المساجد كما صح عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه أنه قال لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إذا وجد ريحا من هذين العشبتين أي البصل والثوم وجده من رجل في المسجد أمر به أن يخرج أو أن يخرج إلى البقيع أي مقابر المدينة فمن أكلهما قال سيدنا عمر فمن أكلهما فليمتهما طبخا أي ليقضي على رائحتهما وقال الإمام القرطبي رحمه الله إذا كانت العلة في إخراج من أكل الثوم والبصل من المسجد أنه يتأذى بهما ففي ذلك القياس على أن كل من تأذى به جيرانه في المسجد بأن يكون ذرب اللسان مثلا أي صلطا بذيئا سفيها على الناس أو كان هو نفسه ذا رائحة قبيحة لا تتركه لسوء صناعته أو لعيب في جسده وعرقه أو لعاهة مؤذية كالجذان وشبهه من العاهات والأمراض المعدية وكل ما يتأذى به الناس كان لهم أي للناس إخراجه ما كانت هذه العلة موجودة فيه حتى تزول وكذلك عليه هو أن يجتمع أن يجتنب مجتمع الناس حيث كان هذا المجتمع للصلاة أو لغيرها كمجالس العلم والولائم وما أشبهها والصفة في هذا الحكم عامة في كل المساجد لأنها جميعها يعمرها المؤمنون بالله وبرسوله وباليوم الآخر وهي مواطن الرحمة والفضل والذكر والأمن والنظافة والطهارة والزينة والجمال والروائع الطيبة الزكية والمعروف المأثور عن الصحابة الكرام أنهم كانوا يقومون بفرش المساجد ويملؤون قناديلها بالزيت لإنارتها ويطهرونها من كل درن وقد خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة من ليالي الجمعة إلى المسجد فإذا هو يزهر أي يتنور بالنور فسأل من فعل هذا فقالوا تميم للدار وهو صحابي جليل رضي الله عنه فدعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم قائلا نورت الإسلام نور المسجد فنور الإسلام نعم نورت الإسلام نورك الله في الدنيا والآخرة فيا أيها البررة الكرام إن المساجد مطهرة بإذن الله مرفوعة طيبة في رائحتها وفي أنوارها ومتعلقة ومنورة بكل ما فيها ومن فيها المساجد يراها أهل السماء كما يرى أهل الأرض النجوم في توهجها وفي تألقها وفي تنورها ولقد تعلمنا من رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فيما صح عنه وثبت إذا دخل أحدكم المسجد فليقول اللهم افتح لي أبواب رحمتك وإذا خرج فليقول اللهم إني أسألك من فضلك وهذا الحديث رواه الإمام مسلم وكذلك قد بلغتنا عنه فاطمة الزهراء رضي الله عنها ابنته فقالت إنه كان صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إذا دخل المسجد قال بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك وفضلك رواه الإمامان بن ماجه والترمذي وإننا لنسأل الله فنقول دارعين خاشعين اللهم احفظنا في كل أحوالنا وأحياننا وفي مساجدنا من كل وباء وبلاء وداء وأغضق علينا رحماتك الواسعة وجد علينا بفضلك وإحسانك وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين